يا أبو النبي لا أذكر الله هو شيء تفضل 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 أنا قايل لكم يتمره هذا اللي اسمه أبو سمير إذا هو بيجي لا يقربنا ولا يمكن المكان حضر فيه أبدا طيب طيب أنت في شيء يذكر الله هدع صابك أنا في شيء كل يوم من دم يتوتر حنا اليوم نبغى نرجع جواء المركاز نبغى الجمعة الطيبة وبعدين ترى ما يليق ما يليق الجمعة وأبو سمير ما وفيه ما يصير والله والله أنا قلت لك كم مرة كم مرة قلت لك مكان فيه هذا هذا عومة هذا عوج هذا أي أرض أبي أشتريها يروحوا قاعد قاعدين إذا شفنا أرض أشتريها جاء يشتريها جاء موضوعا أنا بتدخل فيه إلا يتدخل فيه ما يصلح هذا ما ينتعاشر هذا قفل الموضوع معه عرفته لا حلوة قمت الله بالله يا أبو يا أبو يا أبو نبيل أنا دائما أقول لكم أقسم بالله لأيلي العظيم أن الجمعة في ذلك المركاز ما لها حلوة وأنتم الثنين ما أنتم موجودين طرى العم أبو كمال موصينا عليكم ومحرصني أن المركاز هذا ترجع ليا لي وترجع المنافسات ويرجع الحماس وترجع الضحكة ومعقول أنتم يا مدلقين أبو أبو كمال على عيننا وراسنا أبو كمال أبو كمال مشكلته يتكلم من برج عاجي موه بيمنا ولا حولنا ولا يدري لكن أبو سمير عوج عومة رجل ما يعني غريب غريب الأطوار أنا مثل هذا ما تعامل معه لا يسلم ولا يجيني ولا يكلمني ولا تعش معه ولا تغدى معه تفهم ولا ما تفهم خلاص انت قلقتني كل شوي كل شوي كل شوي ما من نفذي يا أبو نبيل أنت تعرف طال عمرك أني أنا ولدك الصغير وأني أنا واحد من عيالكم ومتربين في هذه الحارة لي ما شاء الله تبارك الله وذا المركاز الطيب اللي يا كم ليلة تجمعنا هنا وكم ليلة انبساطنا وكم ليلة تعلمنا وكم ليلة فهمتونا بس مو بمشكلة مو بمشكلة أننا عارفين أننا مزينين بس لين جاك واحد تقول له يمين يقول يسار تقول له الشرق يقول غرب هذا شون تسوي به شون تعامل معه أنتو نعم بس هو مو بو نعم المهم كثير الحديث ترى حامة سبدي وأنا قاعد حاتيك كل شوي يمين لما أنا من فاضة قد أقنع في واحد بس يا أبو نبيل يا أبو نبيل يا أبو نبيل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبا أقول لك كلمتين يلا قل واسمع من ولدك الصغير أول شيء بينكم قراضة وثاني شيء يا إخوان وبيكم طال عمرك روحات وجيات وخوة وصحبة أبس ألك سؤال الدنيا طال عمرك تدوم أنت لا تقول تقول حاتيني بذل حاتين ذل حاتين ما كول على قد تم خير خلاص لا تقول تعيد وتكرر في الموضوع أنا ما لي خلقه معه هو واحد ما ينفع فيه الخير تفهم ولا ما تفهم بس عطني على قد عقلي يلا 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 سمعني يلا أنا تعبنا من سنين وابنين وعطنا عقلك وفتع عقلك وسمعني كلام مختصر وكلام واضح يلا أول شيء نفس ما قلتك بشوي الدنيا يا أخوك ما تسوأ والله يا عم ما تسوأ وقسم الله ما تسوأ يعني أصلا أبو سمير هذا اللي تعزه وتغليه وعشان الشيطان بس دخل معكم في لحبة دخل معكم في سالفة في سيارة ولا في أرض ولا في شغلة ويخرب عليك الخوة دي كلها أنت تضمن الحين أني لا طلعت أنا وإياك من المركز أنك بتروح وتعيش ما ندري ما يدري الواحد متى الساعة هل يبتنقبض روحها فيها وما يدري الواحد أنت بيفقد أخوه وما يدري الواحد أنت بيفقد أخوية و بعدين بعدين يا أبو نبيل لنا في القصص اللي حولنا لنا في المواقف اللي تصير لنا فيها عبر لنا فيها مواقف الآن تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي تشوف في السواليف اللي ينتشر بين الناس أنت ما سمعت سالفة الرجال الله يرحمه ويغفر له محمد الشمري اللي طلع من بيته بهاله بسيارته رايح بالرياض في الخط رجال والله يغفر له ويرحمه والله قصتنا توجع القلب أنا يوم شفته والله ذا الدنيا فعلا ما تسوى رجال الله يغفر له ويرحمه ينشهد له إن شاء الله بالخير ووجودي واسنابه مؤثر وكل العالم والله الصدق سبحان الله يطلع طيب ما في إلا العافية ثم سبحان الله الموت ما يعرف لا كبير ولا صغير ولا مريض ولا صحيح هذه صدقته فيها يا سلام يا سلام عليك اللي يعجبني فيك يا ابو نبيل أنك لا سمعت الكلام الزين ولا سمعت ذكر الله ولا سمعت الموت يا أخي كفى بالموت واحد وانت إنسان من الناس طيبة ويسمع ويفقه وفاهم وواعي أنا الحين طال عمرك أبطلبك طلب تكفر لا 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 أبدا حلاص أبشر أبشر أنت لآن قصة الرجال ولا هو جعني قلبي أجس لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلني بعج وإنت أمر مخير وبين وبينك حسيت أنك صادق وأنك حريص علينا شف إذا لقيت هل أبو سمير حدا هلله أنا ما عندي مشكلة يوم قلت قصة الرجال وهو جعني قلبي وإذا الدنيا والله ما تسوى والله ما يا السلام أنا أصلا ما أدري هو ما أدري أنا مرتبة تكلم أنا عرف ابو سمير رجال رائعي موعيد والله ما يتأخر بالدقيقة يجي أنا موحدة مرتب لها أنا بس إن شاء الله أبو سمير ما يتأخر علينا يا رب أبو سمير يجي خلني شوف لو أتصل عليك أنا بتأخر أنا شوف عبد السمير يقول على المهيد بسم الله الرحمن الرحيم هلا 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 سهلا مرحبا يا هلا وغلا يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا س Reform شونك يا مرحبا よし ذا الفخامة الله يطول عمرك زيت تألقه وزيت جماله وزيت روعته أنت ورهم يحذفون فيك كنت مره يميم رئيسا يقولون ردعا للشر والمشاكل خاف يجينا قرورة أو يجينا طلع عمرك بالعقال تعرف الموضع هذا يكون فيها بعض الأحيان الناس يكون ما يمتلك أعصابه أو شيء ويخطي على الذي يصلح بين الناس تصلح بين الناس لماذا في مشكلة صايرة؟ شكلي دخلت في الموضوع بالغلاط الموضوع سلامة كيف الله يطهول عمرك كيف حالك كنت عصير والله أبشر كيف خير ما تصبق هوا ما تعلمت خبري من يومك صغير ما بعد تعلمت تصبق هوا رجاجين وكذا لا والله أنا متعلم من طلع عمرك وتحديدك وفي مجلسك وبين مركازكم طلع عمرك ونحصل خطأ وليشي فمثلنا يحفو ومثلكم يعفو نعم نعم الله يسعدك لكن أبو سمير الموضوع ما يبلح تقهوى ولا يبلح تقدوى الموضوع أكبر من ذي كلها أفأ أي نعم وصاير اللي صاير سالفت ما تسعد ولا تسر أحد ولا هي من سواليبكم ولا هي من عدادكم وأنا عرفكم عرفكم زين تربيت في ذا المركاز وتربيت في ذا الحارة أي عرفكم ما شاء الله تبارك الله قلوبكم على بعض واخوية وصحاب ما ذي شو اللي صاير فيكم الحين كلنا نقايا معي الثاني بالله قل لي وش صاير بينك وبين أبو نبيل أبو نبيل الرجال الطيب اللي ما شاء الله عليه ما تجيب طاري إلا هالرجال النحس هفا هالرجال الكريه هالرجال البغيض هفا أنت صاحي أنت لا تجيب طاريه قدامي أنا قايل لك مجلس يصير فيه أنا ما أجلس فيه ذبيحت تحط هو قبالي أقوم مع عفاها عفا عنها أو أغسر يدي عنها سمير يذكر الله لا إله إلا الله هذا لا تطرر اسمع عندي أنا ما أحب اسمع اسمع هذا رجال حسود كريه بغيض كل ما جاء شي نويته رح سبقني عليه كل ما جيت في أرض حطها في بالي جاء الطمر خذاها سيارتنا بها رح شراها قال نفس الكلام قال نفس الكلام يا أبو سمير هو الرجل هذا بغيض حسود حقود يدور شي يستفزني يسويه أنا ما أجيب طاريه هذا نجيب طاريه لي ما حنا بجيب طاريه ما حنا بجيب طاريه فس يا أبو سمير القرايب اللي بينهم قربة وبينهم خوة وبينهم صداقة وبينهم موفاء وبينهم عيش و ملح ما أقول الشيطان أدخل بينهم في دقائق و ينهي هذه كلها ما هي بطريقة هذه خلونا يا ناس نستانس في ذا الحارة خلونا نفرح خلونا نعيش الوناس في ذا المركاز خلونا نحييه جايبين القهوة وجايبين الشاهي وبو كمال ما قصر و مصعي على الحارة و بشي ما ينقص على هالحارة كلهم تجون أنتم يا العقال يا العقال واش خليتوا للناس الجهلين يا أخوي أنت الظاهر أنك ما تفهم هذا الرجل ما ينبغى ولا بقطعة ريال هذا هذا أنت ماذا عرفه أنا عرفه بخصته هذا ما ينقعد معه هذا الحين أنت جاء سمعنا لو أداري أن هالنسابة بتجيبنا بتقربنا بعض كان بطلناها بس عاد شكونا الله جاء فيها بزران ولا كان من أول بطلنا هالنسابة لا قتل الله بالله أذكر الله لا إله إلا الله اسمع مني الكلمتين ذي ولا عدم قايا شي غيرها تبعون أنت صالحون ولا تدريب كيفكم اسمع مني الكلمتين ذي و أنا بعدها بمشي الحين ياهو سمير و أنت العارف و أنت الفاهم تضمن تضمن أنك بتطلع اليوم من المركاز و بتعيش الدنيا دي كلها كم سنة ما تضمن تضمن أنك طال عمرك و بتأقض على كيفك و أنت ما بغيت تصلح مع ابو نبيل بتصلح ما تضمن ياهو سمير لأن في المواقف اللي تصير حولنا لنا فيها عبر لنا فيها قصص ولنا فيها أشياء نشوفها لازم نتعض منها و ما يصير الواحد يتمر عليه الأحداث ما يتحرك فيه قلب و لا يتحرك فيه دم و لا يتحرك فيه شعور ما تشوفت سالفة محمد الشمري الله يغفر له يا رحمه اللي طلع باله و سيارته رايحة به الرياض و توفى في الخط و الناس كلهم مدعوه لي يقولوا الله بالخير لأن الإنسان ما شاء الله تبارك الله يشتر بالعمل الصالح يشتر بالخير و الكلام الزين و لا حد حمل عليه حقد و لا حسد أنت وش تضمن أنك بتقعد كم سنة عشان تتصالح أنت أبو نبيل ما أقول يا أبو سمير وش خليته للجهال والله وش خليته للجهال يا أخوك الله أنت شوف كلامك هذا أثر فيني بس ولو ما نيم ما عدنك طيب حتى لو ما عدني طيب هذا الرجل ما هو طيب أنا ما نيم حاطني يدي في يده و أنا مقابله في أي مجلس مهما كان لا تقدم كلامك اللي قلته ما أخوذ خيره كبه بره هذا الرجل له لين الآخر الدنيا ما بي تدريش قال عنك قبل شوي وش قال والله ما قال عنك ما قال عنك إلا كل خير هو قاله اي نعم قال أن أبو سمير ما شاء الله عرف قلبه طيب و ما شاء الله تبارك الله دائما يسابقني للخير و دائما يحرص عليه بس إن الشيطان و أنا ودي بخوته و أنا ودي أن يرجعنا و إياه و أنا و أنا و من ذلك كلام الطيب هو قاله هو قاله نعم و رجع ذكرك بالخير و ذكر فعائلك و يقول دائما شاف لي أرضن زين و أنا أكلمني و قال أشترها لكن اللي حصل بأنه يقول أه شيطان و إن شاء الله أننا بنقدر عليه هو قاله هو قاله هو قاله هو قاله نعم باللسانة قاله نعم خلاص إدامنا و قاله أنا أتنازع إذا هو إذا هو مدحني و ذكرني بالخير قدامك أنا هنا لا أوقف يعني خلاص موافق ما عندي مشكلة إن نجتمع في المركز بس هو اللي بتعذر هو اللي بتعذر هو اللي بتعذر خلاص عبني نجتمع في المركز نرجس نجتمع عفو عليك ما لأهم قلت عبده خلاص يا أبو نبيل يا أبو نبيل يا أبو نبيل يا مرحبا يا هلا وسهلا و غالا يا مرحبتين هلا بالغالين لا إله إلا الله يا هلا يا هلا وش هالمركاز الزين وش هالشغل الطيب ما يزين اللي بوجود كنت طال عمرك ما شاء الله يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا وش هالزين وش هالشغل الطيب هلا بك زود تفضل تفضل جبتك هواه تفضل استريح تفضل والشاهي كل شيء موجود طال عمرك يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا هذا ولد عمه هذا ولد خال ولا هذا ومجلس ما فيه نفس ثقيلة ثقيلة أنت المشكلة جبتها النفس الثقيلة كالها موجودة فيها والله النفس الثقيلة ما جاءت إلا من تول إلا كان المجلس الزينة لا والله ما مجلس زين ومضبوط وممتاز لكن اللي حسود واللي نغول دائما ما تعجز ترقع ترقع لكن وش تسوي صب صب قهوة يا سعد صب صب قهوة وش صب قهوة وش صب أنتو خليتو فيها قهوة خليتو فيها شيء يارب حنا وش قلنا قبل شوي وش اتفقنا عليه هما قفلنا الموضوع هما قلنا تصالحنا مادام أنه هو بيعتذر أنا ممكن أشوفه شعنده ليش أنا أعتذر اعتذر أنت لقاء الله 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 أنت يا حين يا والد بن خيخي أنا اللي بيعتذر لك أنت ما قعدت قطعة أرض إلا سبقتني عليها ما قعدت وشاية منها يسار يمين إلا فضحتني سفرات روحات أمور خاصة إلا قعدت تتصور وتعلم اليمين واليسار مشكلة أنت يا أبو سمير علة علة باطنية أنت المفروض سمونك العلة الباطنية نتصور هذا أحسن شيء أنا العلة الباطنية أجل أنا اللي أروح على البحر أسبح وخليك الملابسي بره ثم يجون ذويك إلى جانب ويسرقون لك الملابس يخلون لك معلك الأسروال إيه بس بس اذكر الله لا إله إلا الله يا جمعت الخير يا جمعت الخير والله اللي قاعد يصير ما يبحله ولا يبطريقة أجل هذا يروح للشرطة معي هالأفوطة ما تسعى وجهك بس يا رخل إيه بس بس ما هذا ما يتعدب هذا هذه قصة خاصة سواحد يسترق جوالاتي وسترق أموري ويجي هالفضيحة أبو سمير ويعلم اللي يش progressed اللي ما يشуг لكن أنت ما تعرف تحافظ على ملاكك ما تعرف تحافظ على حلالك لهايت تقعد لك تصدح في هالبحر سكن لك أنت صب زي شي حين كنت ص doomتث أنتم صدمتوني هذا ما هم مجلسكم اللي دائم هذا ما هم مركزنا اللي دائم يا أبو نبيل الله سمير ما يبحال أدريك قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله انتر الله لا إله إلا الله نسمع مني يا ربي يسمعوا مني أنا أجمعتكم الليلة ذي نبغى نتقاهوة وحنا منبسطين ونضحك ونستانس هذه ما بحالة أنتم ما ربيتونا على كذا يعني معقولة السنين ذي والكلام اللي بينكم والمواقف بس عشان سهل في الجوال ضاع لا لا أمور ثانية أنت بعد لا تصير عويمة وتدخل عصك في اللي ما يخصك خلاص موضوع وانتهى يعني سماح مو بسماح أنت بعد لا تصير بربارة وكش ينتعلم بهالناس خلاني أعرفكم أصدارك أنا أعرفها وعرف كلمة وراك ودونك خلني ساكت أنت مشكلتنا في أبو كمال أنه جاب واحدا مو بكفه ويحل مشكلتنا هو المشكلة في أبو كمال أبو كمال يعني ونعم بس مشكلتها في اللي جابها لا يعرف يتكلم لا عنده منطب لا يعرف السهل هذا عيبة 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 أنه يعني حاسل أمور هو حاقها جاين على أنه يصلح وأنه يضبط الأمور وحاسل أمور كلها يخبط خطأ أنا وإياك نصلح أنا وإياك عشرة عمر أنا وإياك مصيرنا مثل اللي مصارين البطن تنعجن تنعجن ثم تزيد هو جاو تدخل يا شيء اللي يحط لمو بكفه في الشغل يبغي تعلم يبغي يطلع مثل ما طلعته يبغي يصير نجم مو بكفه يوصل مواصلنا هو مبي بقصة نجم بس هو ما عرف يحل المشكلة هو زودها هو زادها زادها أجل يقول لي يقول أنه يذكرك بالخير لا ذكرتني بخير أنا ما ذكرتك أنا عرفك يكذب أنا عرف أنا عرفك هو تذوب قاعد يحاول يلطف يلطف كنت عندي أنا عرفك بأخصك خبزي داي أنت خبزي داي يعني معكم خير المشكلة في أبو كمال أبو كمال المشكلة يعني الواحد اللي ينجا بيصلح ولا بيزين شيء المفروض يختار الشخص المناسف في المكان المناسف نعم الكفر هذا حاسنا نعم هذا قال عنك كلام مو بصحيح وكذلك قال عنك كلام مو بصحيح أنا حاولت تصدق ما صدقت أنا بعد مثلك هذا بكمال صراحة لازم نتكلم معه و نفهمه ثاني مرة لا يبغى ينتقي أحد يدور واحد يفهم يعرف يتكلم أجل جالسي أنا وياك لا أقهوة تجي ولا تمر ولا شيء لا أمور ثانية خاصة أمور سرية نعم مشكلة هذا لا ويجي يقول لي تراكم نساب وش دخل كنتم نساب هذا مو شخصية وش دراك عنا وش دراك عن نسابتنا نحن نحن النسابتنا الشرعة الشرعة ما يبع على أبو كمال والشرعة ما يبع على أبو جمال الشرعة على اللي جاي هنا يصلح بينكم الله يعييكم شيبان لكم ما شاء الله الله تبارك الله يسنين ودى المركز أنا أنا من يوم شفت بيشت راشد هل يتسنى ما شاء الله رواق خيمة أنا طبخت كني الحر أنا بعد احتريت حرارة وأول شيء يبتكم الحافية وين أبو قاسم الله يطول يا أبو قاسم وين رحت حياكم الله في حلقة جديدة وننودع برنامج نجوم